اشتركوا في القناة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت يوم امس في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وخلال اللقاء اثنى حضرة صاحب الجلالة ايده الله على الجهود الكبيرة لاخيه خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الاسعود حافظه الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان الاسعود ودرعاه الله في دفع العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون بين الاشقاء وما تميزت به هذه الدورة من حصن اعداد وتنظيم كما اشاد جلالته بالقرارات والتوصيات المهمة التي اسفرت عنها القمة الخليجية مؤكدا جلالته على اهمية المحافظة على حقوق المواطنين لكل ما فيه الخير للجميع مؤكدا جلالة الملك المفدى ان ما تم اتخاذه من قرارات ستسهم باذن الله في تطوير وتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل بين دوله وشعوبه الشقيقة وتحقيق المزيد من الانجازات في جميع المجالات وبما يخدم تطلعات وطموحات مواطني دول المجلس سائلا جلالته الله عز وجل ان يديم على دول مجلس التعاون امنها واستقرارها ورخاءها وتكاتف شعوبها